سنسيب حضركم مع موجز لأهم الأنباء بصحب زملية دي رشرف دينا شكرا لك مصطفى التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال يأتي في إطار تشاوري والتنسيق المنتظم بين الجانبين حيث تم مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في سياق متابعة نتائج المباحثات الأخيرة التي تمت بين الزعيمين خلال زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لباريس فضلا عن التبحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية مؤكدا دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير خارجية الروسية سيرجيلا بروبا وأوضح المتحدث بأن الرئيس السيسي أكد استعداد مصر لدعم هذا المصاري الدبلوماسي للأزمة من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو المتعدد الأطراف بدأ التونسيون في الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على دستور جديد وبحسب هيئة الانتخابات المكلفة بتنظيم الاستفتاء سيكون أكثر من 11 ألف مركز اقتراع مفتوحا أمام المواطنين مشيرة إلى أن كافة الأمور اللوجستية جاهزة لإجراء الاستفتاء وسط إجراءات أمنية مشددة أعتبر الرئيس الألماني فرانك فالترشتاين ماير أن العملية العسكرية التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا هي حرب ضد وحدة أوروبا وأكد شتاين ماير في خطاب بمدينة بادربورن غرب البلاد ضرورة عدم الانقسام وعدم جعل العمل الكبير الذي تم بدءه بطريقة واعدة من أجل أوروبا موحدة يتعرض للتدمير وأضاف شتاين ماير أن العملية الروسية تمثل أسس المشتركة لقيم الاتحاد الأوروبي ونظامه السلمي أعلنت أجهزة الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة امتداد حريق غابات ضخم اندلع في كاليفورنيا وأتى على ألف الهكترات من الأراضي وأشار تقرير إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إلى أن شدة الجفاف فاقمت الأوضاع كما اقتضى تنفيذ عمليات إجلاء في خضم موجة الحر الشديدة التي تكتاح الولايات المتحدة ويعمل أكثر من ألفين عنصر إطفاء بمؤازرة 17 مروحية على مكافحة حريق كاليفورنيا أعلنت خدمات الإطفاء في العاصمة البريطانية لندن أنه تم حجد عناصر الإطفاء لإخماد أربعة حراء غابات في لندن ومحيطها ونشبت بسبب درجات الحرارة المرتفعة والرياحة وأوضح قسم الإطفاء في لندن أن عناصر الإطفاء نفذت عددا من التدخلات أكبر من المعتاد خلال الساعات الماضية لمنع امتداد تلك الحرائق مشيرا إلى أن الحريق أتى على أكثر من 25 هكتارا بالعاصمة ختم مجزء التاسعة فاصل ونحظتكم لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر